هذه المرة رح نتكلم عن تاريخ الكانيولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحييكم من قناتي مذكرات ممرض نتكلم فيها عن التمريض مهنة العظماء وفي هذا اليوم رح نتكلم عن تاريخ اختراع الكانيولة والعلاج بالوريد والكلوكوز وإلى آخره العلاج بالوريد من الأمور الشائعة جدا في الطب أنت مجرد ما تسمع كلمة فلان مريض أو فلان دخل مستشفى رح تتخيل إنسان نايم على سرير ومعلق جنبي ستاند أو حامل على قلب الكلوكوز وموصول بكانيولة في إيده أبو القاسم الزهراوي من فطاحلة علم الطب في التاريخ الإسلامي كان من أوائل الناس اللي اخترعوا الكانيولة اخترع ما يشبه الكانيولة سماها القنية تصغير قناة يعني كان هو نفسه مريض فاختراعها عشان يخل بعض السوائل ويسحب بعض الدم من نفسه أيامها كان شائع بين الناس أنه إذا بتسحب شوي الدم من جسمك بصير صحتك أحسن قال يعني هذا دم فاسد أول محاولة موثقة للآيفيك ثرابي في أوروبا كانت تقريبا سنة 1492 حين تعرض البابا إنوسنت الخامس لجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة خطرة جدا مما اضطر الأطباء إلى إعطاءه جمية من الدم تبرع فيها ثلاث شباب لكن للأسف في النهاية ماتوا الأربع المتبرعين والبابا بعدها توقفت هذا الممارسة لأكثر من مئة سنة لأنه ما أثبتت جدواها سنة 1658 كانت أول أداة لضخ السوائل من اختراع عالم أكسفورد اللي اسمه كريستوفر رين اتكلمنا عنه في فيديو اختراع السرينجي قبل هيك اللي وصل ريشة مجوفة من عظام الإواز أو البط مع مثانة خنزير باعتبار بدل مضخة واستعملها كأنها كانولة بدائية خلط خليط من النبيذ مع الأفيون مع أنتيمون مع نيتروجين مع ملح البحر وضخه في أوردة كلب كنوع من التجربة لما نجحة هذه التجربة أعادها مرارا وتكرارا هذا الكلب سرق من صاحبه لاحقا ومحدش عرف طريقه لكنه وجد أنه هذا الاختراع يفتقر إلى التحمل يعني الريشة هاي لو ركبتها مش رح تعرف ان ثبتها فكان الحل أنه تصنعها من معدن اتجه تفكيره أولا للفضة بعدين اتزميله اللي هو ريتشارد لاور ليصمم إبرة جديدة من الفضة وقام بأول عملية نقل دم بالتاريخ بين حيوانين أول محاولة بدائية لنقل الدم بين كائنين كانت خلال الستينات من القرن السابع عشر وضمت كلبين بائسين وطبعا اثنين الله أرحمهم 6667 إجا دكتور اسمه جان بابتيست دينيس هذا الإنسان قام بأول عملية نقل دم ناجحة من حيوان لإنسان حيث نقل ما يقارب 9 أنصات يعني حوالي 250 جرام من خروف لشاب خلال عمليات النقل التالية لهاي العملية تم توثيق أول حالة بلد ري أكشن في التاريخ تكرار مثل هذه التجارب غير الموثوقة والنتائج الكارثية اللي جرتها أدى إلى أن البرلمان الفرنسي يتخذ قرار بمنع مثل هذه التجارب سنة 1668 في هاي الأثناء ما كان في حضر على مثل هاي التجارب في إنجلترا فإجا نفسه لور اللي حكينا عنه قبل شوي فنقل الدم من حيوان لحيوان لاحظة بعض الرياكشنز صمم جهاز للتحكم في سرعة التدفق زي الاي في ست قلنا في هاي الأيام لتجنب حدوث مشاكل تنتج من مثل هاي التجارب قام البرلمان البريطاني بحضر دقل الدم في نفس السنة تبعت البرلمان الفرنسي 1668 وبعدها بسنة حرمه بابا الفاتيكان شخصيا لور اشتغل معالم ثاني اسمه إدموند كينج هذول الاثنين نجلوا دم من خروف إلى شاب معاق ذهنيا ومع إنه مهتم بالتجربة إلا إنه توقع إنه يستفيد الشاب من التجربة إنه يستفيد من الدم الجديد أو يستفيد إنه خسر الدم الجديد لكن ما استفادش شيء الدكتور فيليب سانج فايسيك عام 1790 كان أول ما نخترع نقل الدم من إنسان لإنسان بعدها إجا عملاق طب النسائي والتوليد جيمس بلندل وقام بسلسلة عمليات نقل دم في سنة 1818 لعلاج مرض اسمه البوست بارتان هيموريج اللي هو نزيف ما بعد الولادة من سنة 1825 إلى سنة 1830 عمل يمكن عشر مرات نقل دم لأكثر من مريضة منهم خمسة نجو وخمسة صار عندهم رأيكشن وبعضهم متوفى ليش؟ لأنهم ما كانوا مكشفين قصة إنه الدم فئل وفصائل وإذا عطيت السالب للموجب بصير مشكلة وقام باختراع أدوات كثيرة غيرت شكل نقل الدم للأفضل كانت أول مرة يتم توثيق العلاقة بين سرعة إعطاء الدم ونجاح العلاج بنقل الدم وبرضه اخترع أداء عشان ينظم تدفق السائل سنة 1832 إجا العالم توماس لاتا اكتشف إنه ضخ الماء المالح في أوردة الشخص اللي بعاني من الكوليرا والكوليرا سببت له جفاف هذا بحسن صحة المريض وعفكرة بعد ما جربوا الماء المالح اللي هو باعتبار الصلاين البداعي هاتبعهم جربوا الحليب والعسل وصفار البيض وعجبوا قبل ما وصلوا لايش يفيد البشرية بعد ما عمل بالجهاز اللي اخترعه اختار الحقن بالوريد بعد فشل الطرق الأخر مثل الشرب بالفم أو الحقن الشرجي بالماء المالح استعمل سرنجة وأنبوب من الفضة وعالج 25 مريض 8 منهم بس اللي استفادوا طبعا تعرض للانتقاد مثله ومثل غيره لأنه كان لازم يحسب بالزبط النسبة من الملح في الماء اللي تنفع الإنسان الطبيعي ما كانش عارف إنه عشان يكون كويسة بده يكون 9 بالألف زي ما احنا عارفين هالسان بعديها بعد كل هالانتقادات شوي شوي تقبلوا لكن بعد انحسار وباء الملارع ما عاد حدا يتذكره قبل هذا العالم كان فيه طبيب اسمه ويليام بروك اكتشف إنه مريض الكوليرا بيخسر الكثير من الماء والملح وحتى يتعافى المريض لازم يعود تركيز الملح في الدم إلى نفس التركيز يعني الدم يكتسب نفس الكثافة النوعية بالوضع الطبيعي زي ما قلنا بالفيديو تبع السرينجة إنه بحدود 1845 بلشت تتطور صناعة السرينجات في أواخر قرن التاسع عشر تم تبني التخدير في العمليات وهون صارت الكاني لأهم بكثير وتوسع برضه استعمال الـ IV Fluids لمعظم المرضى بعد العمليات في الثلاثينات استعملت زجاجة اللي هي علبة النورمال سلين كانت زجاج وكان مدخلها محكم الإغلاق وتم إنتاجه بكميات تجارية على فكرة قبل 1940 يعني أثناء الحرب العالمية الثانية كان الأطباء هم اللي ركبوا الكاني ولأهم يعطوا الأدوية والبلوكوز بالوريد ما كان شغل التمريد لكن في هذا العام سمح لإحدى الممرضات الخبيرات المتدربات في مستشفى مستشفى مستشويت الحكومي بإعطاء الدواء بالوريد لأحد المرضى ثم توسعوا لإعطاء هذا الانتياز للكل يعني لبسونا إياها بالعربي كانت السوائل تعطى بإبر معدنية ويتم شحذها يعني تتجلخ زي ما بجلخوا السكاكين كل ما تفقد حدتها برجعوا بشحذوها شحذ فبترجع حاد ثم تعقم ويعاد استعمالها بعض الأطباء بتذكروا أنه كانوا يمسي كل إبرة يرفعوها للضوء يشوفوا فيها أثلام ولا حادة جدا يعني لو غزت المريض بتوجعوا ولا لا أنا بذكر واحد من المرضى قال لي أنه أنا في السبعينات دخلت مستشفى أيامها ما كانت الكانيولات ولا السرنجات بلاستيك أو مطات زي حاليا فكانت الكانيولة حديد كنت تغزى في إيدك مثلا إذا كانت جنب الكوع إذا المريض نيسي نفسه وثنى إيده كانت تخزو بإيده وتطلع من الناحية الثانية وفي بعض المستشفيات كانوا شلوها من إيد المريض اللي مكتوب لخروج ويعقموها بشوئة سبيرتو أو حطوها على النار عشر ثواني خلاص هيك اتعقمت أغزوا واحد ثاني والسرنجات نفس الإشي على فكرة ما كانوا منتشر للبلاستيك زي هاي الأيام في الأربعينات بلشوا الأطباء يستعملوا الأنابيب البلاستيكية عشان ينقلوا السوائل حتى إجا دكتور اسمه ديفيد ماسا من مستشفى مايو كلينك في مدينة روشستر في ولاية مونيسوتا وطور إبرة سماها إبرة روشستر لبلاستيكية وصلها بإنبوب مصنوع من البي في سي اللي هي مادة تشبه البلاستيك وممكن تتوصل في بورت أو في فتحة بعد تركيبها في الوريد كان هذا أول أشكال الكانيولة الحديثة مما جعل الإنفيوجين أو أعطاء الأدوية بالوريد أكثر راحة وأمان في الخمسينات زاد استعمال الآيفي فلود من شكل كبير ولاحظوا أنه العبء يقع على عاطق المريض لأنه هو اللي بسدد الفاتورة بالنهائي ما في تأمين صحي لذلك تم اختراع علب المغذي اللي هي البلاستيك والبلاستيك غير كل شيء وخل الموضوع أرخص بكثير جدا في الستينات اخترع الدكتور جولد ماير كوكتيل أو خليط من المعادن والفيتامينات والبلوكوز مع بعضه بالوريد بنعطاء كان يفيد بعض المرضى اللي بعانوا من المرض الفيبرو ميالجيا والربو والتهاب المجار التنفسية والحساسية الموسمية وأمراض القلب المشكلة لما توفى سند 1984 ما قدروا يلاقوا التفصيل الدقيق أو المعادلة بالملة اللي هو كان يستعملها فراحوا الكثير من مرضى إلى زميله أو الخليفة تابعه اللي هو ألن جابي قالوا له بنا نكمل على نفس العلاج جابي ما يقدر يتوصل للتركيب الأصلية لكن عارف شو المكونات الرئيسية بدون ما يعرف النسب بالضبط فاخترع إيش اسمه موديفايد ماير كوكتيل واللي فيه معادن ماجنيسيوم فيتامين بي فيتامين سي كالسيوم سيليزيوم وكثير شغلات فيما بعد دخل الكثير من التحسينات على شكل الكانيولا على المواد اللي بتنصنع منها وتقليل تكلفتها وتخفيف الفطورة على المريض وتم تغيير طريقة تعقيمها أكثر من مرة إلى أن وصلنا إلى الشكل الحالي للكانيولا إيشي ريالابل تقدر تركين عليه تقدر تستعمله تستعمله مرة واحدة ورخيص جدا ومفيد وما بيجي بإنفكشن لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد نأول بول والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة